أفاد مراسل العربي باستشهاد سيدة في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة نتيجة عدم توفر الطعام وحالة الرعب التي عاشتها رفقة عائلتها في محيط المجمع وأشار مراسل العربي إلى أن الشهيدة كانت مخاصرة في محيط مجمع الشفاء لمدة 12 يوما دون طعام وشرب نقلت إلى مستشفى كمال عدوان وبذلك يرتفع عدد شهداء الجوع إلى 29 ترجمة نانسي قنقر